تتالت المواقف وردود الأفعال عقب الرصالة التي وجهها العاهل المغربية الملك محمد السادس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو والتي أكد فيها أن القرار الهام لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابا في فتح قنصلية لها بالدخل صائب ومتبصر وأشارت العديد من هذه المواقف إلى جدية النهج الديبلوماسي المغربي بشأن مكانة الوحدة الترابية في منظور العلاقات الخارجية للمغرب المزيد في شاشة تفاعلية لمحمد برميس أهلا بكم تأتي رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو بعد رسالة سابقة بعثها ناتنياهو إلى العاهل المغربي أكد فيها اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة على الصحراء المغربية العاهل المغربي قال في رسالته إن قرار إسرائيل اعتراف بسيادة المملكة على صحرائها والنظر إجابا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة صائب ومتبصر مشيرا إلى أن الموقف الواضح الذي تم اتخاذه باسم دولة إسرائيل بخصوص مغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر ورحب العاهل المغربي برئيس الوزراء الإسرائيلي للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسب الجانبين وشدد العاهل المغربي على أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات التنائية بين البلدين ويكون فرصة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في الثاني والعشرين من دجمبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هذه الرسالة خلفت العديد من ردود الفعل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ليان فوكس قال إن قرار إسرائيل اعتراف بسيادة المغرب على صحرائه خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى حلفائها وتتخذ موقفا بشأن هذه القضية عبر دعم مخطط الحكم الذاتي وهي الطريقة الوحيدة الملموسة للمنطقة للمضي قدما في هذا الاتجاه أيضا قال عضو مجلس الأوردات البريطاني ستيوارت بولاك إن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على هذه المنطقة يعد إشارة جيدة وقال سنشجع الحكومة البريطانية على اتباع نفس المسار من جانبه قال جيزن إي زيكسون مسؤول السياسات في اللجنة اليهودية الأمريكية إن الوحدة الترابية للمملكة المغربية أمر مقدس يجب على الجميع احترامه موضحا أن الخطوة الإسرائيلية في الاعتراف بمغربية الصحراء تشكل تطورا منطقيا يجمع بين البعد السياسي والبعد التاريخي السفير والمتحدث الأسبق باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم إيرلي قال إن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار واضح وشجاع معتبرا أن هذه الخطوة السيادية لإسرائيل تصب في مصلحة العلاقات المغربية الإسرائيلية العديد من ردود الفعل ترجمتها مواقف ومقالات رأي وبيانات ثارت في منح إبراز جدية الموقف المغربي بشأن مكانة الموقف من الصحراء المغربية في منظور المملكة لتدبير علاقاتها الخارجية وقال محللون ومن ضمنهم أيضا الكاتب الصحفي اللبناني خير الله خير الله إن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء هو تتويج لجهود ديبلوماسية أدت قبل ذلك إلى الاعتراف الأمريكي الذي لم يكن عابرا وكتب خير الله خير الله في مقال نشرته جريدة نهار لبنانية حمل عنوان إسرائيل ومغربية الصحراء بشروط المغرب أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت ما قامت به إدارة دونالد ترامب موضحا أن المغرب والموقف منه ومن صحرائه كان من بين النقاط النادرة التي حصل في شأنها توافق بين إدارتي ترامب وبايدن التي اختلفت في كل شيء